السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بحضرتكم في فيديو جديد بنستخدم في الفيديو ده استخدام مفتاح لتصنيف او تفرقة ما بين انواع النورات المختلفة للتبسيط على ابناء الطلاب المفتاح بسيط وزريط جدا بس عشان احنا ما نحفظ احنا هنطبق على طول يعني حواريكم بدل ما نقرأ مع بعض المفتاح النورة كزا يبقى كزا النورة كزا يبقى كزا المفتاح ده حضرتك او حضرتك تقدر تعمليه بنفسك ازاي طيب ده اللي هنشوفه ضعبات دلوقتي تعالوا نلعب مع بعض لعبة كده يلا بينا اهو دي انواع النورات احنا حطرنا في صفحة واحدة تعالوا نجرب كده لو انا سألت حضرتك او سألت حضرتك وقلت لحضرتك على طول كده النورة اللي بكلم عنها او اللي انا قصدها نورة خليط هتقعد تدور عليها في كل ده لا الحقيقة هتم جاي راي على هنا على طول هتسألني سؤال تاني هتقول لي النورة المحور الاساسي محدود ولا غير محدود قلت لك محدود هتبقى هي دي محدود خليط نورة محدودة خليط طب واذا قلت لك غير محدود حيبقى النورة دي سهلة سهلة تعالوا ناخد حاجة كده اصعب شوي لو قلت لحضرتك النورة اللي انا باتكلم عليها الازهار بتاعتها بتطلع من نقطة واحدة هل حتقعد تدور في كل دول الحقيقة في نقطة واحدة يبقى لازم حتسألني سؤال ليه بقى لان هنا دول بيطلعوا في النقطة واحدة اهي الازهار سواء ده او ده ادي من نقطة واحدة وفيه تاني من نقطة واحدة تحتهم يبقى لازم السؤال التاني حتقول لي هي نورة محدودة ولا غير محدودة لو محدودة يبقى احنا رايحين هنا الازهار بتاعتنا قلت لك كلها فما تنفعش تقول لي دي لان الازهار دي الزهرة دي من نقطة الازهار دي من نقطة تانية ودي من نقطة ثالثة أنا قلت لك أظهر النورة كلها بتطلع من نقطة واحدة يبقى إذن لما لا قلت لك محدودة يبقى بأتكلم على هتقول لي هم زهرتين ولا أكتر زهرتين بس يبقى وحيدة بسيطة طب لو أكتر يبقى ما في جغريتونية الشعبة طب لو قلت لك إنها غير محدودة يبقى أنت هتروح لي هنا على طول على الثلاثة دول هتقول لي هي خيمية هتقول لي خيمية على طول طبع لأن الثلاثة دول خيمية بس أنهي واحدة فيهم بقى هتقول لي الفرع الرئيس المتفرع ولا غير متفرع لو متفرع يبقى الخيمية المتضعفة على طول طب غير متفرع هتقول لي والله هل هي مسطحة من فوق في مستوى واحد كلهم ولا مستديرة مستديرة تبقى الخيمية البسيطة المستديرة مسطحة يبقى خيمية بسيطة مسطحة طيب تعالي قلت لك كلهم في مستوى واحد بس ما بيطلعوش من نقطة واحدة الصفحة هي عندي مستوى واحد وميطلعوش من نقطة واحدة هتقول لي مش طيئ هل هي بسيطة ولا مركبة بسيطة يبقى في جهو قدام نادي مركبة يبقى العليمين دي طب تعالي نروح بقى لحاجة مثلا أكتر شوية جيت قلت لك الظاهر النورة اللي بتكلم عليها أظهرها جالسة بيبقى على طول مش هتروع غير في المكان ده اهو دول اللي هيبقى قدام حضرتك اللي هنا دول دول هيبقى قدام حضرتك هتسألني سؤال تاني خلاص عايز تعرف صفة تانية هقولك والله الشمراخ الزهري التاحة مفلطح يبقى فيش غير الهامة طب قلت لك الشمراخ الزهري التاحة منتفخ اهو قدل اغرضية طب قلت لك الشمراخ الزهري التاحة قائم لكن مدلة مقلوب يعني يبقى الهرية طب لو مقلت لكش حاجة من دي قادس قلت لك بسيطة يبقى ادي السنبلة طب تعالي نجرب حاجة تانية ايه رأيك تعالي نصعبها شو جيت قلت لك والله نورة الأزهار بتاعتها ملتفة هتسيب كل ده وحتروح على دول على طول هتقولي في اتجاه واحد اقولك اه تقول دي بقى قوقعي قلت لك لا يبقى عقربي طب تعالي قلت لك الزهرة بتاعتك خلاص المحور بتاعتها كله بينشأ من ايه من مصدر واحد يبقى عندي احتمال لا محدود لكل دول طب جيت قلت لك والله ان الزهرة بتاعتنا الازهار بتاعتها الكبيرة تحت والازهار الصغيرة فوق يبقى وازهار معنقة يبقى ما فيش عندنا جردول اهو بالشكل ده وقلت لك طيب وقلت لك ان المحور الاساسي مش متفرع يبقى فيش غير الاتنين دول يبقى هي عنقودية بسيطة خلاص وهتقولي بقى بسيطة متبادلة لو كل زهرة بتطلع من ناحية من جنب من لجناب بتاع المحور الاساسي طيب تعالي هناخد حاجة تانية طيب احنا كده اخدنا كل الانواع طيب تعالي ناخد كمان بقى واحدة تانية لو جيت قلت لك نورة اه غير محدودة طبعا محدودة وغير محدودة يبقى انا حتت لك المكان على طول طيب تمام طيب لو جيت قلت لك نورة المحور بتاعها بينشأ من عدة مناشئ دي كأنه بقولك انها غير محدودة انها محدودة على طول عدة مناشئ لانه معناها البرعم الاساسي تحول لزهرة وكمل النمو والبرعم التانية الى اخره يبقى اي حاجة من الجنب اليمين ده طيب لو جيت قلت لك انها غير ملتفة اه هتسألني سؤال تاني هقولك ازهارها مش خليط يبقى بستبعد اللي تحت ده هتقوللي ملتفة ولا غير ملتفة هقولك لا مش ملتفة يبقى الاتنين دول كمان هتستبعدهم يبقى هتروح لي هنا هتقوللي الزهرة عدد الازهار اتنين ولا تلاتة ولا اكتر لو تلق اكتر يبقى على طول عديدة الشعب مركبة او اللي هي بولي كيزيام عديدة الشعب يبقى ده طريقة استخدام المفتاح المفتاح نفسه بقى شكله ازاي تعالوا نشوف مع بعض اه اه هاي المفتاح بسأل اول سؤال هاديك بتسألني بتقوللي النورة يا دكتور اللي انت بتسأل عنها دي نورة خليط ولا نوع واحد قلتلك نورة خليط قلتلي بس يبقى انت محتاج كمان سؤال هتقوللي هي محدودة ولا غير محدودة لو محدودة يبقى نورة محدودة خليط طب لو قلتلك غير محدودة ايه بقى نورة غير محدودة قليل ادي كده خلصنا طيب لو انا بقلت لك النورة نوع واحد بس يعني مش شايلة نوعين على كده طيب يبقى لازم تسأل سؤال تاني تقول لي يا دكتور المحور غير محدود يعني كله جاي من برعم واحد ولا المحور بتاعها محدود اللي هي الصايموز يعني دي تروح لقم حداشر هقولك اه محدود يعني المحور جاي من كزا برعم خلاص هتروح لقم حداشر هتسيب كله دول وتروح على رقم حداشر هتسألني سؤال تاني او ملتفة ولا غير ملتفة لو ملتفة هتروح لرقم اتناشر من ناحية واحدة تبقى قوقعية طب لو في شكل زيزاج عقربي هقولك لا النورة مش ملتفة يعني ايه احنا نحن لسه في المكان ده برضه هتسألني هي ظهرتين هتقول لي احدية الشعبة لو تلك اكتر من ظهرتين يبقى ايما ثنائية او متضعفة طب نرجع فوق تاني لرقم اربعة خلاص لو تلك النورة غير محدودة يعني كلها جاي من برعم واحد خلاص فهتقول روح لرقم اربعة هتسألني سؤال هتقول يا دكتور الظهرة بتاعتنا جالسة ولا معنقة هقولك يتزهرة جالسة يبقى تروح لرقم خمس تقول لي هي قائمة منتفخة غير منتفخة يبقى سنبولة طب لو قلتلك منتفخة يبقى اغرضية طب لو قلتلك قائمة بس مدلاة هتقول لي هرية طب لقائمة بس مفلطحة في الاخر جزء في الاخر مفلطح هتقول لي الهامة يبقى كده خلصنا من رقم خمس طب لو الظهرة معنقة عن واحدة رقم ستة هتسألني سؤال اخر السؤال الاخر ده هتقول لي 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 او متقبل بسيطة يعني او النورة مركبة يبقى عنقودية ثنائية او اي متضعفة ادي طريقة استخدام مفتاح المفتاح ده مش موجود في اي كتب من الكتب انا عملته بالنسبة للانواع اللي انا جبته طبعا بنوه مرة تانية ان الفيديو السابق وان كل ما هتروح المرجع يعني لو هتروح لموقع على الانترنت كل مرجع هتستغنمه هتلاقي ممكن فيه اختلافات سواء في التسميات او في التقسيم نفسه مش في كل التقسيم الكبير كله لا في بعض التقسيمات الصغيرة يعني هتلاقي ضايف انواع مسميات اخرى مقسمها بناء على اشياء اخرى بلسا احنا اتفقنا الشرح اللي انا شرحته في الفيديو السابق والفيديو ده هي الشرح المبسط انه هنقدر نعرف الدنيا مشها ازاي ليه لان انا مش بشرح الشرح ده لحد متخصص في التصنيف ازاي تحديدا لان لو اي حد متخصص اي فيديو او اي موضوع انا بعمله لو في حد متخصص هيبقى المعلمات دي مفضل ان هو عرف مفترض ان هو عرفها يعني خلاص فبالتالي بيدور بقى على معلمات متخصصة ما انا مش حاططها عندي لكن لو سألني هقدر افيده بمشيئة الله بفضل من الله يعني مش مش شطر مني ولا حاجة يعني هروح اجيب له حاجة من على الانترنت موقع او كتاب او اسم حاجة او رابط كتاب يعني حاجة اقدر افيده لو ادرت من فضل الله علي تمام يبقى كل واحد في حضراتكم بقى حسب الكلية اللي هو فيها حسب الجمع حسب الدكتور اللي بيدرسله يقدر يعمل ده يقدر يعمل ده يحط الانواع اللي قدامه كده ويحاول يمشيها بالصفات يختار الصفات ويبتد يعمل المفتاح لان طبعا لو واحد شغل تصنيف المفترض المفتاح ده هو الاساس يعني اي حد شغل تصنيف زهر او تصنيف طحالب او تصنيف بكتيريا او تصنيف فطريات هو ده الاساس اللي هو موضوع التصنيف يعني ان كنت احسنت فمن الله وان كنت اخطأت او نسيت شيئا فمن نفسي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ولا تجعل في عملنا رياء او صمعة او كبر يا رب وقيد لنا من يدعو لنا بظهر الغيب بدون ان يلقانا او يعرفنا ابدا يا رب بدون اي مصلحة ان شاء الله واتمنى لكل ابناء الطلاب والطالبات طبعا كلكم ملادي يعني النجاح والتوفيق في كل مقاراتكم اللي انتم بتدرسوها ان شاء الله شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته